المحور الخامس الضمان الدستوري لحقوق المرأة الضمان الدستوري لحقوق المرأة لن يؤدي إلى تغيير في المواقف الاجتماعية نحو حقوق المرأة أعتقد هذا السؤال واضح جدا شوف الفيديو بالنسبة لضمان حقوق المرأة بسن قوانين للمساواة بين الجنسين هل سينجح ذلك أم لا في الدمقراطيات العربية الناشئة أولا لا أحب أن أفصل بين حقوق المرأة وحقوق الإنسان في المجتمع فهما جزء لا يتجنس فإذا حصل الإنسان على حقوقه في هذه الأنظمة ستحصل المرأة على حقوقها أما ضمانها بنص قوانين هذا قد يعطي غطاء شرعي بحيث لا يحدث تمييز المرأة بحيث لا يستطيع أن تلجأ للقضاء إذا حدث تمييز ضدها لكن تجد أن الأنظمة الديمقراطية الموجودة حاليا بكل قوانين التي تنص على المساواة بين الجنسين تعاني من التمييز ضدها هل هناك حاجة لكفل حقوق المساواة بين الرجل والمرأة في الدستير؟ ليس لأننا سنكتب قانون يعني أن المرأة سيكون لها حياة خير من الحياة التي عندها في الوقت الحالي هو أساسي ومهم جدا أننا نكتب قانون في العدالة والمساواة بين النساء والرجال يعني بين الشعب ولكن أهم أهم حاجة لازم العالم العربي يعملها هو أنه يعني يخدم على العقول لأن المشكل ليست قانون المشكل هو العقلينية العربية التي هي يعني في العقل في عقل الرجل العربي ليس كل الرجال العرب ولكن لماذا أشكي عليها فما حدي أبتأكيد هو لا يعني في عقول الرجال العرب المرأة هي أقل من الرجل ولكن في عقول النساء العرب المرأة أقل من الرجل أيضا يعني هناك حاليا مشكلة كبيرة في العقول ولكن قبل العقول يجب أن نكتب في كل الدستير أن لا فرق بين الشعوب وبين النساء والجل أنا شخصيا أطلب المساوال كاملة هي إنسان مثلها مثل الرجل أطلب المساوال كاملة في جميع الحقوق لكن في التسميات هل ترين أن التفقيد أعلى؟ نحن لا نزال في بدايات النضال نحن لا نزال في بدايات النضال بدايات النضال تختلف من منطقة إلى منطقة كما رأيت واضح أن السقف التونسي أعلى من مثلا السقف المصري واضح يعني حاليا مثال بسيط لكن أميرة تعتقد أن حتى لو كانت تستطيع أن تضع الرجل والمرأة متساويان ترفض ذلك ترى أن هذا انتقاص طبعا لأنه هي عندها حتى الآن في القانون التونسي يوجد أكثر من مادة من قانون الأحوال الشخصية أعطيت أصبحت من ماضي أعطيت للمرأة مسلمات أصبحت مسلبات فهي بنت عليها وانطلقت للنقطة التي أعلى منها لكن لا تستطيع أن تأتي إلي أنا في دستور السوري وتقول لي مثلا صحيح طبعا لأنه هي المسألة منظومة متكاملة فأنت مسألة المساواة أنا أرى هي المسألة تكون تشارك تكامل يعني لا أفضل استخدام المساواة لكن في الحقوق يجب أن تكون هناك مساواة هي مسألة منظومة أنا أقول يعني أنت تضع قانون في نفس الوقت تحتاج إلى أن تحدث المناهج بحيث أن تلغي الصور التمييزية يعني دائما في مناهجنا العربية المرأة مكانها المطبخ والرجل مكانه المكتب هاي ذهنية تحتاج إلى تغيير نموذج التنشئة الأسرية يعني دائما الأنثى في الأسرة هي الأنثى المدللة الضعيفة وبالتالي لا تنشئ على أنها تأخذ قرارات هذه القرارات من حق الذكر هي في النهاية تنشئ حتى مهما درست ووصلت أعلى المراتب في العمل هي بالنهاية ستكون زوجة وأم هذا مكانها وبالتالي أيضا الإعلام الإعلام محتاج أيضا إلى ثورة يعني عندك يجب أن يكون هناك مش ثورة فقط تغيير النظام وإنما تغير نظم اجتماعية بمجملها النظام عندك يعني نظام سلطوي البنى الاجتماعية قائمة على علاقات سلطوية الأب أعلى من الأم الذكر أعلى من الأنت فالسؤال أرجعنا للسؤال أن الضمان الدستوري للحقوق المرأة لن يؤدي لتغيير المواقب الاجتماعية لا لا يعني مثلا أنا لو في حالة السعودية مسألة قيادة المرأة تحتاج إلى قانون سن القانون وليطبقه من يشاء واللي ما يريدي طبقة هو حر محمد ما تقول بالنيابة عن الرجال بالنيابة عن الرجال أحياناً يخيل لي بأنه لو طبق الدين على المجتمعات لأصبحت تبدو أكثر عصرية مما هي عليه الآن لأنه للأسف الشديد المجتمعات العربية تغلب العدات والتقاليد على الدين فيبدو الدين بمساحة شاسعة بأنه أسهل وأفضل وأنقى وأرقى من هذه العدات والتقاليد ثانيا نقطة أتفق معك فيها لمسألة تخصيص المرأة والرجل أنا مثلا ضد مصطلح أدب المرأة وأدب بمعنى الفيكشن ليس بمعنى السلوك يعني ضد مصطلح أدب المرأة وسينما المرأة ودراسات المرأة لأنه أيضا نعزز هذه التفرقة كما لو أننا نتحدث عن الصراع العرب الإسرائيلي ليس هناك أدب رجل مثلا لأن هناك أدب رجل لا يوجد أدب رجل هذا اللي قصدته أو كأننا نتحدث عن داحس والغبراء فبالتالي لا بد من وجود قوانين وتساتير لماذا؟ أنا أطالب فيها لأن هناك ثقافة سائدة ولو أخذنا جانب صغير وهو جرائم ما تسمى بجرائم الشرف التي أنا أسميها جرائم قرف لأنه لا يعقد أن يكون للجريمة شرف فكم يسجن من يرتكب جريمة في الكثير من الدول العربية بين ستة أشهر وثلاث سنوات وهذا قاتل مع صدق الإسرائيلي والترصد فكيف يعاقب ويحكم إذا كان القاضي قاسيا معه ثلاث سنوات وإذا كان له واسطات طبعا ولبسوا له مئة ألف تبرير يخرج براءة فلابد إذن من وجود قوانين وتساتير قاتل بعير لا تسميها بالتالي أطلقية إمرأة شيء آخر لافت أخي ميشعال وهو في الثقافة السائدة مثلا لو أخذنا جانب الدعايات الإعلانات التجارية نكيف دائما تعزيز المرأة بأي دور وتعزيز الرجل تجد أنه في إعلان تجاري عن مسحوق الغسيل فتكون البطلة لهذا الإعلان التجاري إمرأة وعندما يكون الإعلان عن كيفية إصلاح خلل في هذه الغسالة يكون رجل يعني أنه الرجل هو العقل المخترع الذكي العبقري والمرأة فقط تضعها التايد وتضعها وهذه الغسالة أوتوماتيك وتنشر على الغسيل صح؟ هذه ثقافة سائدة فلابد من التخلص منها أيضا حتى نبدأ بالتفكير بعيدا عن الكلام المثالي وكلام النظريات وبالتالي أقول قولين أن المرأة في عالمنا العربي إذا تنازلت عن الوصول على الفيس بوك لحبيبها أو صاحبها أو جوزها فإنها تتنازل عن حقوقها وأيضا أقول أنه إذا كانت المرأة نصف المجتمع عددا فإنها كل المجتمع إعدادا نأخذ تصويت بالنسبة لي الضمان الدستوري الضمان الدستوري لحقوق المرأة هل يؤدي أو لا يؤدي إلى تغيير المواقف الاجتماعي يؤدي وألف خط تحتها تختلف معه يؤدي يؤدي يدعم ويساعد بشكل كبير ولكن ليس كيف أما بعيد كيف خطي النص X صح دكتورة يؤدي يؤدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر